القناة الألمانية الناتقة باللغة العربية دي دابليو بثت البارحة فيلما وثائقيا بعنوان The King with Two Faces الملك ذو الوجهين القناة كانت روجت للفيلم الوفائقي سابقا وأعلنت تاريخ عرضه وأكملت برمجتها كما صرحت في الأول الوفائقية تحدثوا عن الملك المغربي محمد السادس منذ وفاة الحسن الثاني وخلفه العاهل الذي استمر في كرسيه منذ تسع وتسعين تسعمائة وألف إلى يوم الناس هذا الوفائقي طرح المشاكل الحقوقية والديمقراطية المنقوصة في المغرب ثم بث العمل باللغتين الألمانية والإنجليزية بينما على اليوتيوب يمكن للجميع مشاهدته بالترجمة التلقائية والآن لنشاهد مقطعا من هذا الوفائقي إذن كان هذا مقطعا من الوفائقي ونذهب الآن إلى التعليقات أين ترجمنا أغلب التعليقات التي اخترناها فجاءت التعليقات من الألمان والإنجليز يقول هذا الحساب سوموغوتش لقد تعرفت على حقائق كثيرة عن العائلة الملكة المغربية والمجتمع المدني المغربي شكرا جزيرا لفريق دي دابليو موائل فرحان فيقول عمل احترافي للغاية لقد لخص العقدين الأخيرين من الحياة السياسية والاجتماعية في المغرب في أقل من 45 دقيقة أما طوني طوني يقول مشكلة الملوك والحكام الخيرين أنهم يموتون والشخص التالي في الصف قد لا يحكم بنفس الطريقة وصلنا هنا مشاهدين إلى ختم عدد اليوم من برنامج تراندين على شاشة شروق نيوز صهر ممتعة شكرا جزيلا على المشاهدة دمتم بخير صاحة صحوركم